بعد الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا وإعلان السويد وفنلندا نيتهما في الانضمام إلى حلف الناتو اندلع نقاش حول حياد النمسا الذي تم إعلانه يوم 26 من أكتوبر عام 1955 للهروب من احتلال الحلفاء والاتحاد السوفيتي والذي كان الحياد شرطا لمغادرة البلاد ولكن سرعان ما أعرب وزير الخارجية أليكساندر شارنبياك عن تمسك النمسا بحيادها مؤكدا أن الحياد العسكرية النمساوي راصخ في الدستور وجزء من هوية النمسا الوطنية وأنه على الرغم من خراط النمسا في السياسة الأمنية الأوروبية فإن الانضمام إلى الناتو لم يكن مطروحا للنقاش الحياد بالنسبة للنمسا هو سلاح ذو حدين يعني النمسا منذ أكثر من سبعين عاما وهي تعيش حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والازدهار الاقتصادي وبالتالي النمسا ليست في وارد التخلي عن ذلك كله وأيضا التفريط بهذا الحياد الذي تحقق للنمسا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لذلك كله النمسا حريصة جد الحرص أن تبقى على حيادها الإيجابي الدائم فيما يتعلق بالنزاعات الناشبة اليوم في أوروبا فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني أو ما يتعلق أيضا بصراعات أخرى جرت على مقربة من الحدود الأوكرانية كما قال المستشار قال نيهما قبل وقت قصير من زياراته لموسكو للقاء الرئيس الروسي فلادي من بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أن النمسا كانت وستظل محايدة لكن هناك ضغوط سياسية حقيقة تتعرض لها النمسا خاصة فيما يتعلق بموضوع زيارة رئيس الوزراء النمساوي الأخيرة إلى روسيا والإشارات التي جاءت من هنا وهناك أن النمسا تفكر ماليا بأن تعيد ترتيب حساباتها السياسية وتتقرب أكثر من دول حلف الناتو ويرى شالنباك أن الحياد السلاح ستم استخدامه عاجلا أم آجلا قائلا أننا في عالم أصبحت فيه الصراعات على أسس اقتصادية وسياسية وفكرية وعسكرية أكثر ومجرد الحديث غير ذلك يعني اللاعب بالنور وأشهد الوزير بحزمة العقوبات التي ليس لها مثيل على روسيا ووحدة الاتحاد الأوروبي في جمعها داعيا لعدم تصديق الدعية الروسية التي تدعي أنه ليس لها أي تأثير وفي نفس الوقت يرفض المزيد من العقوبات مثل فرض حضر على الغاز الروسي والذي تعتمد عليه النمسا بنسبة 80% النمسا في نهاية المطاف تجمع بأغلبية شعبية ساحقة أن الحياد هو الاستقرار الدائم للنمسا وهو الخيار الأمثل والأفضل بالنسبة لها وهي لا تريد أي بديل عن هذا الموضوع لأن البديل بالنسبة لها لا يزال مجهولا حتى الآن وخاصة وأن الميزان القوى الدولية حتى اليوم لم يتغير منذ نهاية الحرب العالمية حتى الآن وبالتالي أن النمسا راهنت على هذا الأمر فأن رهانها سوف لن يكون مجديا وأوضح هانس كاطنا علم السياسة في فين أن الأحزاب المختلفة تاريخيا بدلت محاولات عديدة لإلغاء الحياد لكنها فشلت دائما وبحسب قوله فلا يريد أي من الأحزاب السياسية الكبرى الآن ولا الشعب التخلي عن سياسة الحياد كما تظهر الاستطلاعات أن حوالي 75% من النمسويون لا يريدون التخلي عن الحياد ووفقا لقاطنا فبالنظر إلى الرأي العام والسياسي ليس هناك شك في أن النمسا يجب أن تتخلى عن حيادها قائلا علينا أن ننتظر ونرى كيف ستفسر النمسا هذا الحياد في المستقبل المكسب الأكبر بالنسبة لها أن تبقى على حيادها لتمارس دورا من خلاله تستطيع أن يكون لها دور في أي عملية تسوية قادمة في أوروبا على مستوى إنهاء هذه الصراعات وهذا ما يجعل النمسا حقيقة في موقع متقدم جدا لكي تكون مبادرة دائما لإستباق النتائج التي تؤدي إلى تخفيف حدة الصراعات ومن ناحية أخرى عرضت وزارة الخارجية النمساوية قبل أكثر من عام مقطع فيديو تتخيل فيه سقوط كنبلة نووية وسط فينة والدمار الممكن حدوثه وهنا السؤال المطروح هل ستطور الصراع بين روسيا وحلفائها وأوكرانيا وحلفائها إلى حرب نووية بعد تعند جميع الأطراف واستمرارها في هذا الصراع في حديث كثير من الجانبين فإمكانية استخدام السلاح النووي وخطورة استخدام السلاح دي حاجة عمرنا ما سمعنا عنها من سنة الستينات من أيام الأزمن في كوبا هناك خطورة أزوك صاريخ كوبية وبالتالي أأمل أن العالم كله ينطفد العالم كله ينطفد منطقتنا أول منطقة تتفد منطقة العربية المنطقة العربية تقول أنه غير مقبول تحت أي ظرف وظلوك استخدام السلاح النووي استخدام السلاح النووي معناها هلاك الجميع يعني وصلنا لمرحلة مهما كانت خلافتنا لابد نجد وسيلة لحلها بدون سلاح نووي ونأمل بالحوار وليس بالحرب نعم بالتأكيد بالتأكيد الدكتور محمد هل تعتقد أنه سيكون هناك استخدام حقيقي للسلاح النووي على أخضر واقع ما زلت أأمل لا يعني أظلي أعتقد أن الطرفين يعلموا خطورة استخدام السلاح النووي ومتى بدأت استخدامه مش حطرة توقف قبل ما تنهي العالم زي ما إحنا شايفين وبالتالي ما زال أمني كبير أن العقل يسوت وبين صراع الكبار وصراع الناس اللي كسب قوت يومهم من هو الرابح والخاسر من هذه الاستعراضات التي نشاهدها يوميا على شاشات الأخبار كنت معكم أنا ريم أحمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر